أولى بالمدنيين في حلب وحمى وجنوب إدلب واللاذقية حيث قتل المئات وجرح الآلاف من الأبرياء وهو الأمر الذي صمت الذي صمت عنه حملة القلم الإنسان ولم يبادر إلى قول حرف واحد لإدانته داخل هذا المجلس أو خارجهم بل إنهم يتحدثون عن بناء الثقة مع الأرهابيين ويتجاهلون بأن المجموعات الأرهابية المدعومة غربيا قد قامت بقتل إعداد كبيرة من المخطوفين والرهائن الذين احتجزتهم بالمقابل وحرصا منها على مواطنها أعلنت حكومة بلادي قبل أيام عن فتح معبر إنساني في مدينة صوران لتمكين المدنيين الراغبين في الخروج من مناطق تواجد المجموعات الأرهابية في ريفي حماس شمالي وأدلب الجنوب إلى مناطق الدولة وسيصار إلى تلبية كافة احتياجات هؤلاء المدنيين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية كما كانت بلادي قد وافقت على إرسال مشفى كامل تابع لللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مخيم الهول أرسلنا مشفى كامل تابع للصليب الأحمر إلى مخيم الهول يبدو أن هذه المعلومة لم تصل إلى مسامع السيد لوكوك إن حكومة بلادي ترفض بشدة ما تضمنه تقرير الأمانة والإحاطة من مزاعم تهدف لتشويه صورة الحكومة السورية والترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة حول استهدافها لمنشآت مدنية في إدلب ولا يخفى على أحد ما ذكره ما أكده التقرير الرابع والعشرين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الذي صدر مؤخرا بالوثيقة S-2019-570 من أن إدلب أصبحت وأقتبس كلام أمم متحدة كلام خبراء بمكافحة الإرهاب تابعين للأمم المتحدة أقتبس تضم إدلب حاليا أكبر تركز للعناصر الإرهابية في الشام والعراق حتى أنها باتت تشكل أكبر مكب للنفايات للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في العالم برد بعيد حتى أنها إدلب باتت تشكل أكبر مكب نفايات للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في العالم كلام هيئة فريق الدعم التحليلي ورص الجزاءات التابعة لمجلس الأمن انتهى الاقتباس وأن اقتباس مجددا يستمر التقرير بالقول أن هيئة تحرير الشام هي المسيطر الوحيد والفعلي على كل الأنشطة المسلحة وغير المسلحة في تلك المناطق ولا يخفى على أحد أيضا أن اتفاق أستانة الخاص بإنشاء مناطق خفض التصعيد لا يشمل الجماعات المسلحة التي صنفها مجلس الأمن على أنها كيانات إرهابية وأن الاتفاق نص على جملة التزامات من بينها إلزام الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق أستانة بالعمل على فك ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية لا سيما داعش وجبهة النصر والمجموعات الأخرى المرتبطة بهما كما أكد اتفاقاء أستانة وسوتيشي حق الحكومة السورية وحلفائها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها أؤكد في هذا الصدر أن الكيانات المسلحة المتواجدة في إدلب كجبهة النصر وهيئة تحرير الشام وداعش وحركة تركستان الشرقية وحراس الدين وجيش المهاجرين والأنصار وغيرها هي مجموعات إرهابية مسلحة لن تفلح مساعي حكومات الدول الداعمة لها على إعادة تدويرها لتقديمها على أنها معارضة سورية مسلحة معتدلة ولن تثنين عن الاستمرار بدعم من حلفائنا في الدفاع عن مواطنين وفي مكافحة الأرهاب وإن الوقوف إلى جانب سوريا اليوم هو المعيار الحقيقي لإثبات مصدقية الحرب على الأرهاب بالمناسبة تنظيم حراس الدين الذي ترعاه المخابرات الأمريكية يتم تمويله من الحركة السلفية الكويتية أي خبر برعاية واهتمام زميلنا سفير الكويت حراس الدين التنظيم الأرهابي الذي تدير المخابرات الأمريكية يتم تمويله من حربنا الحركة السلفية الكويتية نرجو التحقيق بذلك ختاما تثمن حكومة بلادي جهود المبعوث الخاص وتجدد استعدادها لمواصلة التعاون معه من أجل إنجاح مهمته المتمثلة في تيسير الحوار السوري السوري بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي لكن إنجاح جهود المبعوث الخاص يستلزم إنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على كامل الأراضي السورية بشكل فوري ومن دون أي شروط والالتزام التام والفعل بسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها لمكافحة الأرهاب ولتوفير الاحتياجات المعيشية للسوريين وإعادة الإعمار وتيسير عودة المهجرين بدلاً من طرح الشروط المسبقة التي سمعناها اليوم وذلك من خلال تقديم مساعدات إنسانية حقيقية لا دعائية وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم يتجاوز تمويلها حتى تاريخ اليوم 27% بالرغم من أننا في الثلث الأخير من العام إضافة إلى ضرورة رفع التدابير الاقتصادية القسرية أو حادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً مكملاً لإرهاب التنظيمات الأرهابية وعملية ابتزاز رخيصة لن تؤتي أكلها تجلت آخر صورها في إعلان الإدارة الأمريكية عزمها على فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يشاركون في معرض دمشق الدولي وشكراً السيدة الرئيس أشكر سعادة ممثل الجمهورية العربية السورية على هذا البيان سعادة ممثل الكويت طلب الكلمة للإدلاء ببيان إضافي أعطيه الكلمة شكراً السيدة الرئيس طبعاً في مناسبات كثيرة تطرق المندوب السوري إلى الكويت وحية في اتهامات كثيرة لأطراف كويتية أو مؤسسات كويتية وعادة ما يلقي هذه التهم أثناء إدلائه في بياناته وهذا من حقه ولكن من حقنا أيضاً أن نرد لأن هذه التهم حقيقة عارية عن الصحة ويعني نتمنى مرة أخرى إذا تكلم مثل ما ذكر في مداخلته قبل قليل بأن الحركة السلفية بالكويت هي من تدعم فصيل أعتقد قال بأن اسمه فصيل حراس الدين لم نسمع حقيقة عن هذا الفصيل ولكن ليس لدينا في الكويت حركة باسم الحركة السلفية وهي التي تمول هذا هناك جمعيات خيرية وجمعيات خيرية ذات توجه ديني معين ولكن هذه الجمعيات الخيرية الحكومة الكويتية تشهد بأن لا علاقة لها بأي جماعات رهابية سواء في سوريا أو في غير سوريا وأن التمويل الذي تقوم به هذه الجماعات هو يقتصر فقط على الجانب الإنساني مثل ما تفعل حكومة الكويت في الملف السوري البعد الإنساني هو الذي يحظى في أولوية بالنسبة لنا لذلك استضفنا ثلاث مؤتمرات دولية في الكويت وما زلنا حقاً من أوائل الدول التي تدعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وفي مساعدتها للاجئين السوريين والنازحين وشكراً أشكر ساعدة ممثل الكويت على هذا البيان ساعدة ممثل الجمهورية العربية السورية طلب الكلمة الإدلاء ببيان إضافي تفضل شكراً سيد الرئيس نحن عندما نتحدث عن مكافحة الإرهاب ننطلق من آلام أصابتنا على مدى ثمانية أعوام آلام أزهقت حياة مئات الآلاف من السوريين ودمرت البنى التحتية وعندما نتحدث عن الإرهاب ونقول أن فلان كويتيًا أو مصريًا أو تونسيًا أو أستراليًا أو أمريكيًا أو بلجيكيًا فهذا لا يعني أننا نتهم حكومات هذه الدول نحن نلفت عناية هذه الحكومات إلى وجود من يرعى الإرهاب في هذه البلاد حركات سلفية معروفة في كل الخليج وليس فقط في الكويت حركات سلفية وهابية متأثرة بالفكر الوهابي السعودي وهذا الكلام تعرف الحكومة الكويتية حق المعرفة وسبق لنا على مدى سنوات أن أثبتنا بالدليل القاطع أن أعضاء في البرلمان الكويتي مثلاً ينتمون للحركة السلفية مثل طباطبائي وشافي العجمي هاي أسماء عم نعطيكم رد اللي إنه هذا مصحيح سعاد السفير اللي إنه هاي الأسماء مكويتية طباطبائي وشافي العجمي أعضاء في البرلمان أعتقد أحدهما ما زال والثاني كان يمولان الإرهاب في سوريا وعندهم يعني مسجلين على الفيديو واتس آب وهالأسماء هاي الوسائل التواصل الاجتماعي حافلة بالفيديوهات التي يظهر فيها هذان الإرهابيان وهما يحثان على ذبح السوريين وخاصة على أساس مذهبي وديني وإلى آخر طبعاً حكينا سابقاً عن ضابط صف كويتي اسمه المطيري تحدثت عنه لنيويورك تايمز صفحة كاملة في 2013 وقالت أنه لوحده أرسل 400 مليون دولار سلاح وكاش إلى سوريا وحده صف ضابط رقيب أول في الجيش الكويتي وبعدين الإرهابي الأخير الجلاهمة يعني نعطيكم أسماء يعني اضطرنا مندوب لكويت إلى أن نذكر أسماء وكنت بغنى عن هذا الحديث لأنه له مكان آخر مع ذلك إرهابي كويتي آخر اسمه الجلاهمة أقدر نفس القصة من الإرهابيين الناشطين في سوريا إلى جانب سعوديين ومصريين وتوانسي ومثل ما قلنا إلى جانب آخرين هذا لا يعني أنه والله الحكومة الكويتية هي اللي عم ترعى الإرهاب لا نحن عم نلفت عناية حكوماتكم إلى أنه في إرهابيين من بلادكم عم تجل عم يجل عنا هدول ليسوا سوريين إرهابيين أجانب يحق للدولة السورية أن تحاربهم وتقاتلهم وتطردهم إذا كنتوا حرصين عليهم أعيدوهم كما قلنا في بداية البيان أعيدوا هؤلاء الوحوش إلى كهوفهم في بلادكم شكرا أشكر سعادة ممثل الجمهورية العربية السورية على هذه الملاحظات سعادة ممثل الكويت طلب الكلمة من جديد للإدلاء ببيان إضافية تفضل شكرا سيدة الرئيس وأعتذر حقا أن أخذ الكلمة مرة أخرى كما ذكرت في السابق حاولت كثيرا حقيقة أن أتجنب أن أرد على مندوب سوريا وعدم الدخول في سجال خلال جلسة مجلس الأمن لسبب واحد وهذا السبب هو عدم حقيقة أن يعني نخلي الموضوع النقاش ونركز عليه بدل ما حقيقة نحول النقاش إلى مواضيع أخرى وندخل في سجال في مواضيع ليست محل النقاش ولكن لأن المندوب السوري يكررها أكثر من مرة حقيقة هذا الذي اضطرنا للرد عليه كما تلاحظون مندوب السوري كذا مرة ذكر قضية شخص اسمه المطيري وذكر فيه إحدى نشرات جريدة نيويورك تايمز وأعتقد أن السنة التي ذكرها منذ سنوات أربع أو خمس سنوات أو حتى أكثر يعني ما زال يتذكر ما ذكرته نيويورك تايمز بحق شخص اسمه المطيري أود أن أقول للمجلس أن المطيري هذا الشخص الذي يقول اسمه المطيري المطيري لا يوجد شخص اسمه المطيري المطيري قبيلة في الكويت وقبيلة كبيرة يتكلم عن مليونين أو أكثر فبالتالي ما ندري حقيقة المعلومات التي يستند عليها في نيويورك تايمز أنا أتمنى حقيقة من السفير من دوب السوري أن يأتي بنا بوثيقة صدرت من الأمم المتحدة أو تقارير دولية صدرت عن الأمانة العامة للأمم المتحدة تقارير موثوقة يزودنا فيها وإحنا حاضرين وراح يجد إن شاء الله الرد بخصوص أي شخص يذكروا عليه اتهامات موثقة لأن عندنا قوانين في الكويت تحاكم وتحاسب من يكون له ارتباط بأي تنظيم إرهابي سواء مطيري أو غير مطيري وهذا أولا الأشخاص الذين ذكرهم حتى واحد منهم أعتقد أنه موجود على قائمة القائمة المحظورة وتم تطبيق كل الإجراءات الخاصة في مجلس الأمن بشأنه إذا كان عنده أشخاص ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري أو شاركوا في أي عمليات ضد الشعب السوري داخل الأراضي السورية يزودنا فيها أو الإجراء الآخر ممكن يتوجه مباشرة إلى لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1267 ويقدم كل المعلومات الخاصة فيهم ومتى ما قرر المجلس إدراج أي شخص نحن سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ولكن ما أعتقد أنه من الصواب أن نلقي التهم جزافا بحق أشخاص غير موجودين ونتهمهم بالإرهاب ونتهم بناء على تقارير صدرت من نيويورك تايمز أو غيرها أنا أتمنى أنك أنت تقبل ما ينشر في تقارير الأمم المتحدة عن الأوضاع في سوريا عن المعتقلين داخل سوريا على الأقل نقدر نقول أن تقارير الأمم المتحدة تتمتع بالاستقلالية والموضوعية وعدم الانحياز لأي طرف وشكرا أشكر سعادة ممثل الكويت على هذا البيان سعادة ممثل الجمهورية العربية السورية طلب الكلمة من جديد أعطيك الكلمة آمل للمرة الأخيرة السيدة الرئيس أنا الحقيقة كنت أحرص من زميلي من دوب الكويت على الكويت لأنني قلت أن الاتهامات غير موجهة لحكومة الكويت لكن أصرار السفير الكويتي على إنكار مصداقية ما قلته يؤكد أن ظنوننا في مكانها لا يجب حماية الإرهاب ليس لأنني أنا أقول ذلك وإنما تطبيقا لقرارات مجلسكم هذا نحن لا نكتفي بالكلام فقط بل قدمنا هذه الأسماء إلى اللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب يعني نحن نقرن القول بالفعل ما بنحكي فقط استنادا لكلام النيويورك تايمز رغم أن هذا الكلام مهم وإذا كانت قبيلة المطيري مليونين وكلهم إرهابيين فهذه كارثة بحق الكويت إذا كان في مليونين شخص من قبيلة المطيري كلهم إرهابيين فهذه كارثة لا هناك شخص اسمه المطيري رقيب أول في الجيش الكويتي مطورد في الإرهاب في بلادي وهذا الكلام ثابت وليس كلام نيويورك تايمز وزودنا اللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلسكم هذا بكل الإثباتات وعندما طلبنا إدراج شافي العجمي على قوائم الأفراد من الإرهابيين اعترض وفد الكويت شكرا السيد الرئيس أشكر السعادة ممثل الجمهورية العربية السورية على هذه الملاحظات وأعطي الكلمة من جديد الكلمة لسعادة ممثل كويت شكرا السيد الرئيس وأمل أن يكون هذا الرد هو الأخير من قبلنا لأن حقيقة لا أسمح للمندوب السوري أو غيره حقيقة أن يقول تلميحا أو مباشرة يتهم الكويت أو يربطها بشكل أو بآخر بموضوع الإرهاب وأريد أن أصلح المعلومة التي ذكرها قبل أن يختتم مداخلتها بخصوص شافي العجمي شافي العجمي ليه علمك؟ الشافي العجمي مدرج على قائمة 1267 منتهين من موضوع شافي العجمي أريدي مدرج ومدرج بقرار من مجلس الأمن لم نعترض أصلا لم نكن أعضاء في المجلس حتى نعترض فقط تصليح للمعلومة وشكرا أشكر سعادة ممثل الكويت على هذا البيان لا أسماء أخرى مدرجة على قائمة المتحدثين رفعة الجلسة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة